أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القارة الإفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قرية مكتملة الأركان لدعم تنفيذ الجهود التي تستهدفها وليكن ذلك من خلال مشروع دولي ضخم يعشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التي تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكن وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأمريكي أكد التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطور التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ودعم جهود مصر الحثيثة في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة هذا وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإفريقية في ضوء القمة الأمريكية الإفريقية الحالية كما تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية سد النهضة الإثيوبي حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ومن ثم ضرورة إبرامي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة للحفاظ على الأمن المائي لمصر وعدم المساس بتتوفق المياه في نهر النيل الذي قامت عليه أقدم حضار عرفتها البشرية منذ ألاف السنين من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده لجهود حل تلك القضية على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف ويراعي الأهمية البالغة التي تمثلها مياه النيل لمصر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصا مصر على دعم شركتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خاصة ما يتعلق بالشق العسكرية وكذلك على الصعيد الأمني خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمقر البنتاجون في واشنطن وأوضح متحدث رئاسة أن وزير الدفاع الأمريكي عبر عن تشرفه بزيارة الرئيس المصري لمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مؤكدا التقدير البالغ لجهود الرئيس السيسي الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة ليس فقط في الشرق الأوسط وإفريقيا بل على المستوى العالمي وتجاه أيضا مختلف القضايا والأزمات الدولية هذا وشهد اللقاء التوافق على الاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتدعم مسؤوليتهما وجهدهما المشتركة تجاه استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط هذا وحضر الرئيس السيسي مأدبة عشاء بالبيت الأبيض لزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الأمريكية الإفريقية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن شهد مركزة أخميم والطهطة بمحافظة سوهاج عقد حوار مجتمعي ولقاء جماهري حاشد للاستماع لأراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرية المقرر تنفيذها في جميع القطاعات وقال مدير مكتب حياة كريمة بسوهاج محمد كمال أن اللقاء يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعارف أيضا على أرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة عرض الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي فكرة مشاركة الرياضيين الروس تحت أي لفتة ولو كانوا كمحايدين وذلك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 معكدا أن كل أعلامهم ملطقة بالدماء وقال زلنيسكي أن أوكرانيا تشعر بخيبة أمل إذا ما وصفه بنية الليلة الأولمبية للسماح للعابين الروس وروسيا البيضاء بالمنافسة كمحايدين ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال معدات إلكترونية تحاول ذخائر الجوية غير الموجهة إلى قنابل ذكية وبحسب المصدر فإنه من شأن هذا الدعم العسكري الأمريكي أن يتيح درجة عالية من الدقة في الاستهداف لدى الجيش الأوكراني الذي يفصله أكثر من شهرين عن إكمال عام من مواجهة العمليات العسكرية الروسية أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس محذرا من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادة كما أيضا رفعت معظم دول الخليج أسعار الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بنفس القدر ورفعت أيضا السعودية والإمارات أكبر اقتصاديين في المنطقة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس رياضيا أفاز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدفين دون رد وسجل كل من هرنانديز وكولوم واني هدفي منتخب الديوك الفرنسي ليدرب موعدا مع المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 الأحد المقبل على استاد لوسيل هذا وسيلعب المنتخب المغربي الذي قدم بطولة رائعة أمام نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع السبت المقبل على استاد خليفة دولي نهاية موجز التساعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل